حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقتي يا دلو ايه هي حالتك يا دلو شكلك يا ام دخلك فلوس هتدخل او دخل خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقتي كمان عندك عطاء تذكرت ده كمان اما ان هو تخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمل تدي 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 حد محتاج بتديله حمدك كرم زاي دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه اتمام مراسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر ملور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال او انت في حالة تقلب او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طلع نزلاء اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول بتتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح او فانت عايز تصبت بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فهي فيه حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يا تلو بإذن الله الفلوس اللي حديلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى او ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس اوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة انها تهد البيت في حاجات النهاردة كان هدفها غير طبيعي الصراحة طيب ايه العقبات اللي مقابلك الشهر ده تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قول ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئة في العمل حصل تغيير مفاجئة عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارف تتعامل مع الزي نصيحتي ليك تعامل معي بجرأة بص هو ايه اللي بيحصل هنا الثين بتاع الكارت ده الموت مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتتغير وحاجة مفاجئة وجاية غصبة عنك انت مش متوقعة زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحظ الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبش صار فيه اعمل ايه بس بقصة بقى هنا الراجل ده ده مفهول ان هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالع بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده جلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر هيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش عايبها دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها الشهر ده واضح ان الدلوق هيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلوق عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة قوي كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح ان هيدا ده تتحسن بالفعل او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقي تهتم به مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطط مستقبلية خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة قوي تجنب الخطوات الكبيرة اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية لنش عارف ايه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت مناسب ان انت بتعمل خطة للمستقبل قوي مستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان السفر تفادى السفر الوقت ده ده ليه متخافوش من حاجة يعني يمكن على الاقل تقدير يعني انه ناتجته مش هتبقى مرضية لك قوي اللي عنده سفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة ايه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشعر شوية يعني مش عايز اقول بخل عايز اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان دي نمسك اديك شوية يا جلو انت طالع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزق عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ركز اعمل خطة للصرف خطة محترمة كده مش لحاجة علشان ان قد حس اه يعني توصل الهدف اللي انت عايزه انك انت الحالة المادية عندك تتسطكر ده هدفك وعلشان اه وعشان تبتدي تحس بالحادات اللي انت اشتغلت عليها الشهر اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما انت كل اللي بيجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن أو مش هتحس بالتطاور هتلاقي الدعم فين؟ انا بالنسبالي اي ايد نزلة من السماء دي ايد ربنا الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد اه يعني اللي محتاج تعمله ان اتدعي ربنا سبحانه وتعالى انت مفيش حاجة في ايدك تعملها غير انك انت تدعي ده اللي هتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها لو كان بيبقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي هتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي حيستجيب دلوقتي مش لو مثلا المشكلة هو وقع بينك وبين شريك يعني حاول ان انت ما تشوفش حلول معاه على قد ما انت تبتدي تتجه لربنا تطلب منه المساعدة اروح امشي ازاي اروح فين اقرب ولا بعد فدعمك هتلاقيه من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي البعيد يقرب نصيحة الكرت قلعلك العربة امسك القيادة يا دلوق انت بطبعتك عندك صفات القائد امسك زمام الامور وانت اللي بتدي حركها زي ما احنا وصفنا الكرت ده قبل كده ده واحد راكب العربة وهو واقف مش قاعد يعني ده مش وقت قعاد ده وقت اكشن ابتدي اخد اكشن وامسك زمام الامور واي حاجة اي حاجة تشتت انتباهك دول مفروض دول الاسود اللي بتقود العربة كل واحد ينبسس في الدجاه بمعنى انها تدي لك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني انت تمسك زمام الامور تاني وتمشي على الخط اللي انت رسمه لنفسك لازم تقود المرحلة دي يا دلوق وحركتك تكون اسرع واتخاذك للقرارات يكون اسرع انت قراراتك على فكرة تاخدها بصعوبة دل وده عن انت بربع يعني جزي دل وزا ما انتو عارفين بياخد قراراته فعلا بصعوبة بيبقى عنده تردد شريط جدا واضح ان الوقت ده مش وقت تردد لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل اسرع لو هي حتى قررت تخص العطفة لازم تبتدي تاخدها بشكل اسرع من كده واضح انك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر فلازم تبتدي ان انت تاخد خطوات سريعة شوية طيب تعالوا من الخاص القرية بسرعة الدل اما دلوقتي في مرحلة تطور في الحالة المادية او في طريقه لتطور في المادة او هو في مرحلة عنده عطاء كتير قوي وعمال يدي كتير جدا شكل الشهر عنده فيه احتفالات وده شيء متوقع لان ده شهر خلاص بالاحتفال بالسنة الجديدة بس هو كمان بيشير الى ارتباط واتمام مراسم خطوبة او مراسم جواز او اجازة فيها سفر ان شاء الله وفيها يعني فسحة حلوة جدا وكارت ايجابي قوي قوي هدفك الشهر ده انك انت تعمل عملية اتزام في حالتك المادية لان كل اللي بيجيلك بيروح وتصرفه فحالتك المادية مش متزنة فانت محتاج انك انت الهدف بتاعك اللي انت حطه وانا عايز ازبط الميزانية الخاربانة ده يعني ده اللي انت مركز فيه الشهر ده العواقب العقبات اللي هتلاقيه قدامك الشهر ده التغيير مفاجئ انت مكنتش عامل حسابك عليه هيفجأك وهيخورفك شوية لكن مش عايزاك تخاف واجه التغيير ده بشجاعة متخافش مني اكتر حاجة هتنجزها الشهر ده انك هتنشي العطفة والعقل مع بعض حيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غلبة على العطفة زي الشهر اللي فاتت هيبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بنسبة كويسة جدا برافو عليك يا دل حاول انك انت تكفادة اما السفر او انك تعمل خطط مستقبلية قوي لمستقبل بعيد لا حاول تماشي الدنيا واحدة واحدة خطوة خطوة بلاش تعمل خطوات هيها بعيدة المدى او تعمل خطط بعيدة المدى امشي بس الفترة دي ستاب باي ستاب حاول كمان تعطنق الحرص الحرص في الصرف وضح انه هو صرف مش ايه حاجة تانية لم ايدك شوية يعني بغض النظر يعني بقى فيه ناس بقى حتقولي لا مش من كتر الفلوس لا هي على حسب بقى النسبة وتناسب وفي انت نسبة مثلا بيجيلك الف جنيه بتبعزة منها نسبة لا بقى اسابية في كلام فاضي كمان قصدي وفيه حد بيجيله تسعة مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء فايا كان فيه حالة من يعني تصرف حاجات انت ممكن تكون مش محتاجها او ممكن تستغنعها ركز في صرفك هنلاقي الدعم فين مين اللي هيدينا البوش ربنا سبحانه وتعالى الصلاة الناس اللي مش مركزة في الصلاة قوي او مش بتصلي كفاية ابتدوا ارجعوا وانتظوا مفصالاتكو تاني ودعوا ربنا وطلبوا كل اللي انتوا عايزينه هنا هتلاقوا الدعم يا دل هنا عند ربنا النصيحة بتاعة الشهر انت اللي تقود يا دل وما تخليش الدنيا هيا اللي تقودك يعني فيه كهود بيقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها انت ارفع ايدك واستنى لا هنا انت اللي لازم تمسق القيادة وانت اللي لازم تتحرك ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار لازم تحاول تاخده بسرعة واي حاجة حتشتت انتباهك ارفضها وركز في الهدف اللي انت رايحينه رايحل وجد دنيا دل جميلة 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 دعنا نشوف باقي الحلو العطفية جميلة 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 ج اوكي ااااا ادلو عايز ايه ادلو يعني واضح انه هو في حاجة عنده بايضة في العلاقة حاجة يعني مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين انه هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه ما تحزمش هو بيحاول يباين انه هو ما تحزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه عايز يدي في العلاقة اكتر الدلو زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامة بدا يركز في العاطفة اوي بدا يركز مع شهيكه اوي بدا يهتم بيه بدا يعوضه حاجة حلوة جدا فالدلو شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلو قوي قوي الدلو شايفش ديكو ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير ام تعناد كتير 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 مش عارفة ازا كانت تعناد دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم وان هو زي ما تقوله تغادر به كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدلو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدلو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ان هو حاطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجة بس الدلو ابتدى يركزه ابتدى يديه ابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جري بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف ان هو قدى الدلو كتير قوي او يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويد انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى ان هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدلو ازاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاقه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يبيطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ماشاء الله الطاقة الطاقة البلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب جواح سمكة السمكة دي عطاء ورمز رمز للخير يعني مقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح ان الدلو تعلم درسه تعلم كويس وعرف امتك وناوي يصلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى هتعمل ايه بالطاقة دي ماشاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى فيه بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد فيه حاجة جديدة حاجة انتم مش متعودين عليها الدلو فعلا نبتدى يركز مع الشريك فيه فيه تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فاشلة زي ما انا كنت فاكر لا ده فيه صافي بداية جديدة فيه طريق طويل انتوا رايحين وانتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو مولود جديد للناس اللي مستنين موليد الناس اللي لسه ما اتجاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة اه والناس اللي مستنين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتوا متجاوزين الراديو عندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة very pure very pure اه عطاء عمالين تدو كله عمال يديه كله عمال يديه يعني اداله بيدي شريكه وشريكه بالتالي بيديله ماشاء الله beautiful ويعني انا عايز اقولكو انا معاكو والقراءة فعلا تنطبق على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب هلاخص القراءة الحمد لله حل وقوي فيدباك جميل ربنا يسعدكو يا رب ربنا يسعدكو الدلو واضح نغلط في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبين ان هو ايه مش عايز يعترف ما بيعترفش انت عاكين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين ان هو تمام ان هو مغلطش بحاجة او الحرب اللي كان داخلها او المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يبدي يدي في العلاقة لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكو ازاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات 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 كتير جدا جدا يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكو الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسة ان الهدف ده اتجاه شريكو بسم الله ما شاء الله الشريك عايز ايه كمان عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا او يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدلو فعايز ابتدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوية وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعاليا ان هو يصلح وابتدى يديه ارتقى ما بينكم ولا احلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكو داخلينها ومرحلة منتقتها حلوة اوي بسم الله ما شاء الله تقت البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح اعمالين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الاراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا مش خطوة خطوة ان شاء الله طريق طويل وتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مورود جديد اتمام زواج او اتمام خطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا يهلنيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة